المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنطلع معا في متر الصحافة على العنوين التي همت العالم اليوم الصحافة ويبدو أنه فقط الصحافة هتمت بما يحدث في الغوطة والحديث عن مئات القتلى وأنهم ينتظرون الموت بالطابور واحدا تلو الآخر ومجلس الأمن يقول على مهله لأنه قد يصل إلى قرار قد يطبق بوقف إطلاق النار هذا هو الحال متعب والعنوين نبدأ من وكالة رويتر السكان الغوطة ينتظرون الموت وروسيا تقول محادثات وقف القتال انهارت قال سكان في الغوطة الشرقية بسوريا أنهم ينتظرون دورهم في طابور الموت في واحدة من أعناف عمليات القصف التي تنفذها القوات الحكومية على الجياب المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة وقال المرسد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع أحداث الحرب إن 310 أشخاص على الأقل قتلوا في المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية فضلا عن إصابة نحو 1550 آخرين لمن لا يعرف الغوطة الشرقية هي منطقة زراعية كثيفة السكان على مشارف تمشق هي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة وتحاصر القوات الحكومية المنطقة التي يقتنها نحو 400 ألف شخص منذ سنوات وإلى رويترز في نفس السياق روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الخميس بشأن الغوطة السورية وإلى فرانس 24 مجلس الأمن تصويت محتمل على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في سوريا في البي بي سي مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في سوريا وجاء في الخبر من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما في البي بي سي ترامب يؤيد تسليح المعلمين لمواجهة حوادث إطلاق النار بالمدارس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسليح المعلمين قد يحول دون وقوع حوادث إطلاق النار داخل المدارس مثل ما وقع في الويات فلوريدا الأسبوع الماضي حين قتل 17 شخصا وأوضحت رامب في لقاء من البيت الأبيض مع حوالي 40 من الطلاب والمعلمين بالمدرسة وأقارب ضحايا حادث فلوريدا إن وجود عامل يحمل سلاحا يمكنه إنهاء هجوم بسرعة كبيرة وإلى صحيفة رأيي اليوم في الخبر الأخير عمر موسى في لقاء بالجامعة الأمريكية هناك محاولات الآن لتصفية القضية الفلسطينية ولكنها لن تنجح والدنيا بتغيير بخصوص استيراد الغاز من إسرائيل موسيقى إذن هل يسمع العالم الوجع والألم في الغوطة الشرقية السورية أكثر من 310 قتلى كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان وكما العادة منذ سبع سنوات كل من الطرفان له وجهة نظره والطريقة التي يتعامل فيها مع الموضوع أرحب في ضيفي بالاستيديو الأستاذ مرشد بيبار يعطيك العافية مرشد سأسألك بالمناسبة عن موضوع آخر غير الغوطة الشرقية بعدما استردنا المجموعة الأساسية من الأخبار عنها ترامب يؤيد تسليح المعلمين لمواجهة حوالي في إطلاق النار بالمدارس ماذا يدول ذلك عن شخصية ترامب وهل من المعقول أن يدخل المعلمين مسلحين لأنه قد يكون هجوم هناك مصالح تجارية كبيرة في كل قضية السلاح هناك شركات سلاح أمريكية تريد أن يكون هناك حيازة سلاح للشعب الأمريكي ترامب من المؤيدين لهذا الموضوع وهو شخص في حملات الانتخابية أعلن أنه من المؤيدين لحيازة السلاح في الولايات المتحدة هناك منذ بداية السنة أربع عمليات كان فيها عمليات شخص يملك سلاح قام بعمليات ضد شخص أمريكي داخل أمريكي في مدارس نذكر في لاس فيغاس نعم حوالي ستين كتير أكثر من ستين قتيل في لاس فيغاس إذن هناك اليوم في المجتمع الأمريكي هناك صراع كبير على حيازة السلاح الشيء المهم ترامب في زيارته للطلاب المترسي صوروا حامل ورقة وكتب عليها الأشياء اللي لازم يتكلم عنها مع الطلاب على إيش بدل هذا المرشيد؟ شخصية ترامب شخصية معقدة هو مش ممكن يشعر مع الشخص الآخر على ما يبدو لازم إيش مكتوب قدامه عشان يقدر يشعر مع الشخص الآخر أو يستوعب أو يذكرون أنه أنا لازم أستوعب الألم طعي الشخص الآخر فبالشا دفلكم ترور البعطونا الورقة هاي مكتوب عليها شو الأمور اللي بدكوا أنا أسمعها منكم؟ هاي الورقة أنا أسمعكم أنا أسمعكم يعني لازم حدا يذكروا أنه لازم تسمع كل الوقت ترامب أنت مش بس تحكي لازم تسمع كل الوقت طبعا ومسك الورقة وخلى الصحافة تشوف الأشياء المكتوبة غاد على ما يبدو هو بفكر ممكن أنه هذا الإشي عادي عادي أنه أنا رئيس أمريكا وعادي أنه أنا مش بتذكر شو لازم أحكي مع طلاب اللي تعرضوا لحادثة مأساوية جدا بهذا الشكل شوية عن الغوطة الغوطة روسيا تقرر مصير سوريا وروسيا مصلحتها اليوم هو أنه نظام الأسد ينجا لذلك نحن نرى كل هاي الأمور اللي موجودة بالغوطة فإذا كان هناك وقف إطلاق نار أو إذا لم يكن هناك إطلاق وقف نار الأمر يتعلق بروسيا لأن الولايات المتحدة أخرج جدها من كل ما يحصل في الشرق الأوسط يعني موجة وكل ما رأينا الصور وصرخة الناس لا نستطيع إنسانيا إلا أن نتألم على الأقل ليألمهم وبما يتعلق بالخبر الأول تعليقك لازيز يبدأ أن هناك من بحاجة أن يذكر ترامب كما يكون مرشد بأن عليك أن تشعر مع الناس ومع الأطفال ومع طلاب المدرسة الذين هم أمامك وهناك من كتب له يجب أن تسمعهم أو كلهم أريد أن أسمعكم لوحده لن يستطيع فعل ذلك في قضايا نتنياهو الكثيرة التي أصبحت شائكة كل يوم تقريبا هناك جديد وجديد وكل التجديدات هي تجديدات دراماتيكية في صحف إسرائيل كلها هذا هو الأنوان الرئيسي منذ فترة طويلة طبعا بعض الأحداث هنا هناك تغير ذلك ولكن في صحيفة هارتس كتب ألوف بن مقالا يقول الأيام الأخيرة لنتنياهو جاء في المقال تلقت زعامة بن يمين نتنياهو أول أمس ضربة شديدة وكما يبدو ضربة قاسمة قوة رئيس الحكومة لا تنبع فقط من نتائج الانتخابات من الأغلبية الإتلافية أو الصلاحيات المحددة في القانون بل من خوف الاحترام لرجال الجهاز الرسمي للدولة المساعدين المتحدثين المقربين في اللحظة التي يتم فيها اختراق هذه الدائرة فإن صلاحية الزعيم تضعف بل يبقى في مركزه لفترة إضافية إلى حين عزله نهائيا بدأ بمثول المفتش العام للشرطة رون الشيخ أمام مجلس الداخلية التابعة للكنيسة رجالات الإيكيود استدعوه للتمكيل به وتشويه سمعته أمام العدسات كرد على التوصيات عفوا خلاصة التحقيقات كما أوضح الشيخ بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة في ملف ألف وملف ألفين التبرير كان أقوى للمفتش العام للشرطة في مقابلة مع برنامج عفداء الحقيقة الشيخ لم يندهش ولم ينسحب بالعكس هو وابخ أعضاء الكنيسة الذين لم يشاهدوا كل المقابلة وقارنا رئيس الحكومة والمحيطين به بمنظمة إجرامية هكذا يتصرف شخص لا يخشى من رئيس الحكومة والصارخين باسمه في الكنيسة والذي يعرف أن نتنياهو لم يعد بإمكانه أن يفعل له أي شيء باستثناء رد آخر متباكن ضد حملة المطاردة الإعلامية ضده وضد عائلته وجاء في المقالة أيضا في الوقت الذي كان الشيخ يتحدث فيه بث مباشر من الكنيسة تم الكشف عن عرض مستشار نتنياهو نير حيفتس للقضاء للقاضية هيلة جيرتسل بتعيينها مستشارة قانونية أولى للحكومة مقابل إغلاقها لملف السرقات منازل رئيس الحكومة لصارة نتنياهو في المساء كانت توقيع أوشكة على اتفاق شاهد ملكي رجل نتنياهو في وزارة الإعلام المدير العام الذي يتوقع أن يشهد ضد رئيسه هكذا تبدو الأيام الأخيرة على أسم كتاب الصحفيين الأمريكيين حول انهيار حكم الرئيس ريتشارد نيكسون في قضية ووتر جيت بعد التزيلات المخجلة ليائير وصارة نتنياهو ستظهر بالتأكيد قصص أخرى حول تصرفات البلاط الملكي في شارع بيلفور في القدس وجاء في المقالة أيضا شهادات حتى اليوم فقط يتم الهمس بها خارج التزيلات عن المقابلات التي أجرتها زوجة رئيس الحكومة مع مرشحين لوظائف مهمة سيتم الإعلان عنها أشخاص سيتم تذكرهم فجأة في كل أنواع تدخلات المحيطين بنيتنياهو في القرارات التي استهدفت خدمة الزعيم وعائلته حيث أنه من الصعب تصديق أن العرض المدان للقاضية جيرتسل كان لمرة واحدة قضية جيرتسل تمثل جيدا هذه الديناميكية عندما توجه إليها بعرض تعيين مقابل تبرئة فإن توقع رئيس الحكومة وزوجته كان أن القاضية لن تتجرع على تقديم شكوى في الشرطة والاكتفاء بإبلاغ مقربيها الذين هم أيضا حافظوا على الصمت وعلى رأسهم رئيسة المحكمة العليا الحالية استرحيوت كم هذا محزن؟ كبار جهاز القانون وجهاز القضاء يخافون على أنفسهم أو على ترقيتهم إذا كشفوا عن رشوة في القمة عندها جاءت اللحظة التي تبدد فيها الخوف الشيخ ورجاله يبدو أنهم أقوى من رئيس الحكومة الحالي وبالإمكان إزالة النير والكشف عن السر الفضيع الذي حفظ في قلوبهم وأخيرا كتب الكاتب فيها آريتس كل ذلك متخيل فنتنياهو ما زال هنا مع كل صلاحياته في إدارة الدولة وإدارة شؤون السلام والحرب ولن ينزل عن المنصة بسرعة ومن يطالبون بأخذ مكانه ما زالوا يتحصنون خلف الصمت ويخافون أن قاعدة ناخبي اليمين لن تغفر لهم إذا لم يرفعوا راية التمرد بصورة مبكرة ويمسكوا دون حماسة بالكرسي المتهاوي لرئيس الحكومة عندما سيقفون ضده علنا يبدأ العد التنازلي الحقيقي إذن الكاتب الصحفي ألوف بن في صحيفة آردس شبه هذه القضية بقضية ووترغيت التي هي قضية تجسس أمريكية قديمة حينها يقيل الرئيس الأمريكي ويشبه فضائح نيتنياهو بفضائح أخرى عالمية ويقول بأن هذا محزن جدا عندما تكون كبار الوظائف في الحكومة خائفة من تركيا من ترقيا عفوا بسبب تصرفات رئيس الحكومة ومن حوله ولكن يقول بأن روني الشيخ القائد لعمل الشرطة الآن أثبت شيئا معاكسا وأثبت قوة قل نظيرها في المحكمة حتى المحكمة العليا وحتى لدى رئيسة المحكمة العليا نبقى مع قضايا نيتنياهو ولكن في العنوين الإسرائيلية كي نناقش بعضها ما هو الجديد نبدأ مع وكالة وفا أولاً والأهم الاحتلال يعتقل شابين ويعتدي على آخر بالضرب في بيت لحم وأيضاً في وفا بلدية الاحتلال في القدس تصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية وتبلغ مساحة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة حوالي 280 دنماً ومعظمها أراضي ملكية خاصة أما في وكالتي معاً تساءلوا لماذا أغلقت نصر معبر رفح رجحت مصادر أمنية إغلاق معبر رفح لأسباب أمنية تتعلق بالحملة الأمنية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء وتعذر عبور المسافرين بالتزامن مع مداهمات أمنية مبكرة واشتباكات تجري بين الحين والآخر في مدر رفح والشيخ زويد والعريش ما دعا الجانب المصري لوقف تحركات المسافرين الفلسطينيين وإلى صحيفة إسرائيل هايوم الجمهور اليميني يلتف حول نتنياهو ولكن الجدار قد ينهار كلما ازداد هجوم الصحافة على نتنياهو كلما ازداد شعبياً بين أوسطه ونبقى في إسرائيل هايوم اليسار يفقد صبره نفذ صبر نشطاء اليسار ليس هذا بمفاجئ فهدفهم تغيير السلطة دون انتخابات كما تقول إسرائيل هايوم المعروف بأنها تميل كثيراً للشارع اليميني في إسرائيل وإلى صحيفة يدعوت أحرنود التسجيلات التي أوقعت الشاهد الملك فيلبر مدير عام موقع والله سجل المكالمات بأن سجل المكالمات وذلك بالحديث مع نتنياهو مما حولوا لشاهد ملك وفي يدعوت مستمر بإدلاء شهاده تمديد اعتقال شاهد الملك ضد نتنياهو وأخيراً فيها آرتس عن نفس القضية بنت يدعو نتنياهو ويدعم حتى تقديم توصيات المستشار القضاء للحكومة لا يوجد لدينا حيرة سندعم نتنياهو حتى تقديم هذه التوصيات هذا ما قاله بنت وهناك طبعاً نقد كبير من المعارضة لأعضاء الاتلاف بأنه أصبحوا وكأنهم شركاء في الموافقة على فساد الدولة وإذن هناك دعم من قبل بنت وهناك الطورات جديدة وتبين بأن مدير موقع والله كان قد سجل المحادثات التي يقول فيها شاهد الملك ادعموا نتنياهو وغطوه بصورة إيجابية مما أجبر شاهد الملك بأن يتحدث عن صديقه وأمين الذي اتمنوا على أسراره بين يمين نتنياهو وهناك أحداث تراماتيكية كما قلنا أمس والتطورات مرشد في هذا الموضوع ماذا هناك من جديد وكيف يمكن نظر له رح أبدأ بقصة تعرف قصة الكعكة تخضل ميري رقب الأمس باليمين بدأوا يستهزئون بكل موضوع أو يحاولون الاستهزاء وبذلك أن يرسبون هناك أفكار في المجتمع أو في مسوتيهم ميري رقب الأمس طلعت من بر الكنيسة تحكت قصة الكعكة أنه في اليوم طبعا باستهزاء قضية سبع تلاف معلمة الروضة الخاصة بنتنياهو أعطته كعكة زيادة عن أصحابه وبالتالي هناك تحقيقات هناك استهزاء كبير هذا خطير في دولة منظومتها هي منظومة ديمقراطية على الأقل في آليات اتخاذ القرارات وفي ضغط السلطات الأربعة الواحدة على الأخرى بأن تقف الكنيسة وأن يقف رئيس الحكومة ويسخر ويهاجم ومن حول رئيس الحكومة يهاجمون مؤسساتهم هم يعني يبدو أن هناك فعلا اليمين ذهب لتنتحر الدولة ويبقى نتنياهو في منصبه وأكبر دليل على ذلك هناك كل سنة ينشرون كمية الرشاوي بكل دولة ساعدني مدادة كمية الرشاوي التي تكون بكل دولة أو كم الدولة هي صالحة في آخر سنة إسرائيل هبطت أربع مراتب وهذا لم يأخذوا بالحسبان كل الملفات بيبي وزرعي فهناك سنة القادمة فهناك الدولة دولة في إسرائيل هناك يقولون الدولة هي الدولة مرتشية ولكن هناك حديث عن ارتفاع في هذه الأمور هناك حديث عن ارتفاع بالنسبة له هناك رئيس المعارضة أيضا كان له تصريح أنا لن أزوج منتي لشاهد ملك يعني تشوف تصريحات جدا غريبة وكل هذا بهدف الدفاع عن نتنياهو نعم ومرشد رأينا أيضا أمس يعني كان هناك هجوم أيضا من قبل إلسار على نتنياهو بشكل عميم فتحدثت الآن عن السخرية التي استخدمها أعضاء الاتلاف ولكن هناك أيضا سخرية أخرى معرضة كان قام فيها أمس الدكتور أحمد طيبي في الكنيسة نتبهوا طبعا نترجم بعد النشر ما الذي كان وكيف استطاع أحمد طيبي أمس أن يسخر من وزير الأمن الداخلي إردان أنا برشوتك רוצה להקري ציטוט لردية نموخ יותר ما دعتك هسار أردان على دبارיו של هخا كخاروط خبر كنسة أردان לפני مسפר شنين هאם هسار أردان تومخ بدبارיו של خبر كنسة أردان تودا خبر كنسة طيبي أسار أريد أن يتيخس لدخيلة الشيئة؟ لا تودا أدني أسار نحن نتحدث لشيلة رجلة إذن رأينا دكتور أحمد طيبي في ما يسمى بالنؤوم بندكاء والخطاب لمدة دقيقة يسأل وزير الأمن الداخلي إردان يقول له بأن هناك عضو نشيط عضو كنسة نشيط كان قد نشر قبل بضع سنوات وقال بأنه لا يوجد ولا في أي مكان عمل ولا حتى في مكتب رئيس الحكومة طبعا بأن يسمح بأن يمضي وقته عمليا في استشارة محامين ومستشارين كل مرة نرى بأن رئيس الحكومة وصل لقاع نرى بأنه اكتشف أو وصل إلى قاع آخر ويقول الطيبي بأن هذا عضو الكنسة النشيط التي تحدث حينها يقصد حينما تحدث هذا عضو كنسة عن أولمرت في تلك الأيام في فضيحته عندما تلقى رشاو وسجن بعدها يكشف الطيبي بعد أن يقول يتحدث عن اكتباس عضو الكنسة يقول بأن عضو الكنسة هذا لم يكن سوى إردان الذي الآن هو وزيرا للأمن الداخلي ويسأل الطيبي إردان هل الوزير إردان يدعم أقوال عضو الكنسة إردان في توجه ساخر له طبعا المدير الجلسة يسأل الطيبي هل لديك تعقيب أو يسأل عفوا إردان هل تريد التعليق على هذا الموضوع أو أن تجيب فيقول إردان كلا لا أريد أن أجيب ويبدو أنه واضح بأنه ليس لديه إجابة على هذا الكلام مرشد هذا الجو في إسرائيل كيف تتحدث عنه الصحافة الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية هناك حديث كبير عن الخطر على الديمقراطية الإسرائيلية هناك حديث عن هناك أسيم بعمله بجيبه قضية أولمرت قضية نتنياهو مقارنات من قضية أولمرت قضية نتنياهو أوكي فبقولوا أنه أوكي أنتم بقضية أولمرت قلتم أن أولمرت لا يستطيع أن يكون في الحكم لأنه مشغول بالتحقيقات إذن لماذا تقولون أن اليوم أن نتنياهو يستطيع الحكم اليوم في منظومة الدفاع جديدة عند أعضاء الاقتلاف كانت منظومة الدفاع هو أنه المستشار القضائي هو اللي بيقرر اليوم منظومة الدفاع جديدة المحكمة بتقرر على ما يبدو هم يعرفون أن الآن المستشار القضائي وصل إلى قرار بأن يقدم لأحد اتهام ولكن الآن يقولون من يقرر هي المحكمة مرشيد لفت انتباهي مسألة شاهد الملك فجأة تحولت مسألة شاهد الملك إلى قضية غير أخلاقية وإلى قضية منكسين خيانة وإلى قضية منهل كمان يفسد على رئيس الحكومة مسألة شاهد الملك هي موضوع كل وقت موجود وحتى في مسألة أولمرت شاهدت ملك كانت أحدى موظفاته كانت تسجله كل الوقت شاهد الملك محترم والأمور تمام إلا في هذه الحالة كانت الأمور صابعة ولكي نقول للمشاهدين ماذا يعني شاهد ملك لمن لا يعرف شاهد ملك معناه بأن هناك شخص هو جزء من القضية لأنه في الصحافة نحن نسمع كثيرا يقولون شاهد ملك شاهد ملك هو جزء من القضية وهو إحدى أعضاء التركيبة التي قامت في جريمة أو في تجاوز معين القانون ولكن لاحقا يقرر بأن يتحدث عن كل شيء يفتح في كل شيء في كل مواضيع مقابل أن يحصل على بعض التسهيلات في الحكم الذي كان من المفروض أن يطوله إذا لم يتحول إلى شاهد ملك هذا شاهد ملك هذه المرة كان صديق نتنياهو العزيز مرشير وكل الأسراء لديه فجأة تحول إلى شخص سيء وإلى شخص مشبوه وإلى شخص يريد أن يضر في الحكومة حتى بعض الشتائم التي نالت ورأيت في الصحافة الإسرائيلية أحضروا شتائم من ما يسمى العالم السفلي كيف كانوا يشتمون شاهد الملك والآن يقارنون بين عالم السفلي بين الزعران عمليا بالصحافة الإسرائيلية وبين أعضاء من الليكود هذا ما يسمى تدوير أعلام هم يصرحون أو يأخذون الأعلام إلى المناطق المريحة لهم هم يريدون أن يتكلم الأعلام ليس بقضايا نتنياهو إنما شاهد ملك وهل شاهد ملك هو شاهد أخلاقي أو غير أخلاقي فبالتالي الصحافة تنشغل بهذه الأمور وتنسى قضية نتنياهو كليا وهذا ما يسمى تدوير الإعلام بينت بينت لا يريد هو هناك لمن لا يدري بينت ونتنياهو علاقة علاقة متوترة عامة ولكن بينت يهمه المصوتين من اليمين وإذا أسقط الحكومة بينت أسقط الحكومة فمصوتي اليمين لن يسامحوه على هذا وبالتالي سنرى النتائج في الانتخابات القريبة لذلك بنت رغم كل الفضائح الموجودة الآن على نتنياهو لا يزال يدعم نتنياهو العزيز الصحفي مرشد بيبار شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات وكل يوم وكل ساعة هناك إضافات جديدة لقضية نتنياهو ولكن نقول الخبر المركزي ما لا احتلال يعتقل شابين ويعتدي على آخر بالضرب في بيت لحم أما فيما يتعلق في القضايا نتنياهو واضح بأن الدولة الآن في حرب على ديمقراطيتها وهناك من يضع في ميكلين إسرائيل وديمقراطية إسرائيل أم نتنياهو هذا هو الحال وهذا ما تقول الصحفة الإسرائيلية والنزاع القانون هناك إلى هنا نراكم على خير والسلام عليكم